متقلبة على جحيم الأزمات التشققات تعصف بأركان الجبهة الداخلية في إسرائيل آخرها محاولة رئيسها نتنياهو التملص من المسؤولية بشأن أحداث السابع من أكتوبر نتنياهو كان قد نشر تغريدة يحمل فيها أجهزة الأمن والمخابرات مسؤولية أحداث السابع قبل أن يحذفها ويضطر للأتذار عنها مقرا بالخطأ زعيم المعارضة يائير لبيد قال إن نتنياهو تجاوز الخط الأحمر فبينما يقاتل الجيش وقادته ضد حماس وحزب الله يحاول هو إلقاء اللوم عليهم بدلا من دعمهم كما يقول عضو مجلس الحرب بني جانس وجه النقدة لنيتنياهو أيضا ودعاه إلى التراجع عن تصريحاته بل والامتناع عن أي جراء أو تصريح يضر بما وصفه قدرة الشعب على الصمد نتنياهو الموصوف في بعض الإعلام العبري بأنه الخطر الوجودي على إسرائيل يزداد ألم معاناته تحت وطأة مطالبات عائلات الأسرى الإسرائيليين بالإفراج عن ذويهم المحتجزين لدى المقاومة كما أن أزمة الثقة مع الجيش تتسع أكثر عندما بدت جلية أثناء الزيارات التفقدية التي قادها لعدد من تشكيلات قواته بينما ضجيج أصوات سكان مستوطنات غلاف غزة في وجه الحكومة لا تهدأ أبدا سماكة جدار الخلافات في جسم حكومة الحرب بين الشق السياسي والعسكري تطفو أكثر وضوحا على السطح حتى أنها آخذة بالتأثير على التوصل إلى قرارات بشأن التدخل البري في غزة وتكتفي بقبول نصيحة الأمريكيين وتنفيذ دخول محدود وأكثر تركيزا ومحاولة تسويق أي تقدم معنوي على الأرض وهو ما تبدو صعوبة إثباته كذلك حتى اللحظة